لينزي جراهام ريتشارد بلومنثال تحدثت الول ستريت جورنل بأنهم على وشك وضعي مشروعي قرارا في الكونغرس الأمريكي يسمح للإدارة الأمريكية بضرب إيران مباشرة إذا دخل حزب الله اللبناني في حرب مباشرة مع إسرائيل بهذا الشكل المباشر يعني كيف من الممكن لهذا أن يغير من طبيعة ديناميكية الحرب كما تعلم إدارة بايدن حذرة في هذه المسألة حتى عندما تتحدث عن حزب الله والفصائل يعني تبتعد عن لوم إيران بشكل مباشر وتستهدف إيران بهذا الشكل ويعني تكتفي باستهداف الفصيل أو تستهدف حزب الله اللبناني لوحده كيف من الممكن هذا أن يغير من ديناميكية الرضع الأمريكي تحديدا وما الذي يعنيه هذا المشروع لكي توضح هذا الأمر للمشاهدين أيضا شكرا أحمد حقيقة نعم هذه قضية قمت بكتابة بقال حولها هنا في واشنطن لا يوجد هناك تخويل لاستخدام القوة ضد إيران وهذا يعني لا يمكن أن يكون هناك قانون من الكونغرس أو أي قانون يخول ذلك وهذا يعني أنه حتى الآن الولايات المتحدة تستطيع أن تستجيب إذا ما كانت هناك فرق موالية لإيران أو حزب الله فأن الرئيس يستطيع أن يستجيب أو أن يأخذ إجراءا استباقيا الرئيس يستطيع ذلك من أجل أن يمنع الهجوم الأول لأنه لا يوجد هناك تخويل لاستخدام القوة العسكرية هذا ما يطق عليه الذين ذكرتهم من الكونغرس هم يريدوا أن يأخذوا إجراءا استباقيا ضد إيران وضد حزب الله وضد الفصائل الموالية لإيران قبل أن يقوموا بالهجوم الرئيس ليس عليه أن ينتظر حتى يقوموا بالهجوم ضد البيت المتحدة الرئيس رئيس أبريكا يستطيع أن يبدأ الهجوم أولا إذا ما تقص أن هناك تهيئة لعملية هجوم يحاول يقيام بها